السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم كشف أوكنبوروك مندرب غلطة صاري التركي على القائمة للفريق ديالو المستدعات لمشاركة في منسيستر نيتد لحساب الجولة الثانية من دول مجموعة دولة أبطال أوروبا شاهدة القائمة للغلطة صاري غياب دولة المغربية حاكم زياش بسبب تعرضه للإصابة عضلية في مبارس إسطنبول باشاك شاهير ضمن منافسة دولة تركي الممتاز ويستطيع في منسيستر يونيتد الإجليزي ضيفه غلطة صاري التركي يوم الثلاثة على أرضية ملعب الأوترافورد انطلاقا من الساعة الثامنة نوها إريك تينغ هاك مدرب منسيستر يونيتد بالدول المغربية حاكم زياش لعب غلطة صاري التركي ودركي قبل المواجهة المرتقبة بين الطرفين يوم الثلاثة برسم الجودة الثانية من دول المجموعات لمسابقة دور أبطل أوروبا وقال تينغ هاك خلال مؤتمر صحفي الذي سبق المباراة دي الغلاطة صاري نعرف جودتهم الأمر لا يتعلق بزاهة وإكرد فقط بل هناك ميرتينيز وزياش وهم يملكون الكثير لذلك علينا الحضر والدفاع بصورة جيدة للخروج بالنتيجة الصحيحة ويستقبل فريق منسيستر يونيتد الإنجليزي ضيفه غلطة صاري على أرضية ملعب الأوترافورد انطلق المساعة الثامنة مساء نبقى في جديد آخر أخبار المنتخب الوطني المغربي وجديد منف اللاعب إبراهيم داياز فقد حصلت بعض تطورات المهمة في منف اختيار اللاعب للمنتخب الوطني المغربي عوضة المنتخب الإسباني وصدرت القائمة الأول للمنتخب الإسباني حيث كانت خالية من اسم اللاعب ديالرير مدريد الإسباني إبراهيم دياز وكشفت بعض مصادر الصحفية أن دياز وافق على اللاعب للمنتخب مغربي بدل الإسباني بعدما حاضية بتهميش من قبل المنتخب الإسباني وتشير مصادر أنه في الساعات القالية القادمة سيعلن بشكل رسمي عن المنتخب الذي سيدافع عنه اللاعب إبراهيم دياز وأشرت بعض المصادر أن دياز اختار اللاعب المنتخب المغربي وأن الأمر يبقى مسألة وقت لا غير ومرتبطة بأمور إدارية وعملت الجامعة الملكية المغربية إلى جانب ويدرقراقي بجد من أجل إقناع دياز ومحيطه من جدوى اختيار اللاعب للمنتخب المغربي يمضي أشرف حكيمي لعب بالسان جرمان على بداية موسم موفاقة حيث يعد من أبرز الأسلحة التي يعتمد لها المدرب لويس إنريكي سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية وعززت لغة لأرقام من تفوق الدول المغربي حيث تمكن حكيمي من هذا الشباك المنافسين في ثلاثة ديالة مناسبات وقدمت ثلاثة ديالة تمريرات حاسمة ولازلت الأرقام ثلاثة ديالة سلعوا كل يوم بخصوص الأداء اللافيس لأشرف حكيمي بعد أن أكد موقع غسكوريد الصدارة ديالة الدول المغربي على رأس قائمة اللاعبين الأكثر تقديمة للتمريرات الناجحة في تيوت الأخير من الملعب بالدوريات الخمس الكبرى ويتصدى الحكيمي القائمة 209 تمريرات يليه لويس ألبرتو لعب لازيو 180 تمريرات فرانكي دي يونج لعب بارسلونا 166 تمريرات جيمس ماديسون لعب توتنام 157 تمريرات وفيديريك كوفالبيردي لعب الرير مدريد 149 تمريرات هذا وكان لويس أنريكي قد أشعر إذا أن تطور ديال حكيمي في الموسم الحالي راجع للاجتهاد ديالو وبدأ انتقال ديالو في تقديم مغربي المستويات أكبر بعد انتجامه مع النهج الهجومي الذي يعتمد عليه المدرب الإسباني من المرتقب أن يواجه المنتخب المغربي لأقل 23 سنة نظير العراقي والدومينيكاني خلال توقف الدول المقبل وسيواجه المنتخب المغربي نظير العراقي في 11 شهر أكتوبر جاري 11 أكتوبر على أن يلاقي المنتخب الدومينيكان في 17 من الشهر ذاته وتأتي المبارايتين المربرمجاتين من قبل المنتخب المغربي الأولمبي استعدادا لنهائية أولمبياد باريس 2024 والتي تأهل إليها عقبة توجيه بكأس أمم إفريقيا ومن المقرر أن يعين عصام الشرعي مدرب منتخب المغربي الأولمبي عن قائمة اللاعبين المشاركين في المباراتين خلال الأيام القليلة المقبلة وفي جديد آخر أخبار منتخب الوطني انتهى موسم لعب منتخب الوطني المغربي والنادي للتولوز الفرنسي زكريا أبو خلال خلال الإصابة التي تعرض لها مع الفريق ديالو وأصفرت عن خطوعه لعملية جراحية وفي خضم ترقب المغرب لللعبين اللي بالإمكان ديرهم تعويض اللعب شاركت بعض مصادر تقرير يرشح فيه سدلت أسماء لتعويض اللعب زكريا أبو خلال بداية من التوقف الدولي المقبل المقبل يبقى اللعب مرشح بقوة لتدعم الجمعة مرض باتنا بعد تألقي الموتير في الدول السعودي بالموازات مع إعلان نديه الفتح السعودي استدعاءه من قبل من النخب الوطني ويد الرقراجي وينضم إلى باتنا المتألق مع العيل الإماراتي سوفين راحيمي والذي يقدم عروض قوية ويستمر في إطارة الانتباه بمستوياته وأدائه الذي يخطف الأنظار إلى جانب تجربة ديال الكبيرة على المستوى الإفريقي بتألقي السابق مع الرجاء الرياضي أو المنتخب الوطني المحلي فيما يبقى لاعب الأهلي المصري ريضا السليم المرشح الثالث لتعويض زكريا أبو خلال بعدما اندماجه السريع مع الأهلي وتقديم المستويات الجيدة مع الفريق المصري